وللحديث أكثر عن مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد الآن ينضم إلينا في الستوديو مدير البحوث والدراسات في مركز ترند للبحوث والاستشارات الدكتور عصام العروسي أهلا بك دكتور معنا بداية انطلاق مؤتمر برلين بحضور حفتر والسراج وكذلك الفاعلين الدوليين هل ستنجح ألمانيا حيث أخفق الآخرون برأيك؟ فاعتقادي أن المؤتمر هو مرحلة حاسمة ومفصلية في الصراع ربما لا يمكن أن يتجاوز سقف التفاؤل محاولة أولا تحقيق الأهداف المركزية أو الفصل ما بين المصار العسكري الأمني والمصار السياسي المصار العسكري الأمني يتعلق أساسا بالحفاظ على الهدنة وتحقيق الهدنة الذي هو أولوية قصوى حاليا في الأزمة الليبية والنقطة الثانية هو محاولة تجاوز كل التدخلات الأجنبية في ليبيا والتي بالفعل تحتاج إلى تفاهمات وتوازنات عميقة بين كل الأطراف ولهذا السبب أعتقد أن مؤتمر برلين جمع على غير العادة العديد من المتدخلين في ليبيا من شركاء أظن دوليين وإقليميين وكذا منظمة الأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي كل هذه الأطراف سواء تعلق الأمر بدول كبرى وإقليمية ومنظمة دولية معنية بتحقيق تفاهمات بمعنى أن لا بد من حصر الصراع ولا بد من إيجاد تسوية سياسية للصراع بدءا من نهاية التصعيد العسكري ووصولا إلى تسوية سياسية يفترض أن تنطلق من منطلقات أساسية أولا من اتفاق الصخيرات المرجعي وأيضا من تأتيت البيت الليبي من خلال جمع الفرقاء الليبيين من خلال حوار ليبي ليبي والوصول إلى تسوية سياسية من دستور والانطلاق من المؤسسات التي اقترحها اتفاق الصخيرات أعتقد أن لو هي فرصة سانحة أو فرصة تتاح للدول لتحديد هذه المصارات ولتحديد هذه التفاهمات وربما تكون نقطة مركزية للانتقال إلى مرحلة لاحقة تتعلق بالتسوية السياسية نعم دكتور ما هي أهم التحديات التي سيوجهها هذا المؤتمر أو هذه القمة ربما أنت ذكرت بعضا منها وكيف يمكن تجاوزها هي في اعتقاد تحديات تتعلق بتضارب المصالح وبتضارب الأجندات الإقليمية في ليبيا فالأمر تجاوز حدود الصراع الداخلي الذي طفع على السطح بعد 2011 بعد اغتيال الرئيس السابق معمر القدافي فأعتقد أن تجاوز هذا السقف وصل إلى مرحلة التناحر أو مرحلة التطاحنات والتقاطبات الإقليمية واختلاف الأجندات ما بين أجندات دولية وإقليمية لها مصالح في ليبيا في اعتقادي أن ما ربما ما ساهم في جعل وتيرة التسوية أو وتيرة المؤتمر أو عقد هذا المؤتمر يذهب في هذا الاتجاه هو التدخل التركي الأخير والذي أيضا جسد معنى أن هناك تدافع إقليمي كبير على المصالح وهناك صراعات وهناك أيضا تسوية أو ما يسمى توازنات إقليمية داخل ليبيا وبالتالي فكان بالضرورة أول تحدي يطرح هو محاولة القضاء على التدخل الأجنبي ومحاولة يعني الوصول إلى حل لتسوية تكون إيجابية أو ما يسمى بصيغة الرابح رابح نعم دكتور يعني على ذكر تدخل تركي في هذه القمة تم رفض يعني إرسال ميليشيا سورية وكذلك أجنبية موقف تركيا وتفاعلها مع هذا الرفض خاصة هي من قامت بإرسال هذه الميليشيا أظن أن الطرف التركي يلعب بالورقة أو يلعب بورقة بعد أو إرسال قوات ربما تحدد في ستة ألاف مقاتل إلى ليبيا هذه الورقة هي بالمقابل محاولة تموضع داخل ليبيا في مقابل المحور المتشكل والذي شكل أيضا محورا لتفاهم أساسي على تحديد الحدود البحرية وأيضا ما يسمى باتفاقيات الغاز ما بين القبرص واليونان ومصر وإسرائيل آت في اعتقادي أن تركيا تلعب بهذه الورقة لمحاولة الضغط على سواء الطرف الأوروبي سواء أيضا منظمة الأمم المتحدة لجعلها أو لاعتراف المنتظم الدولي بتركيا كطرف في المعادلة هي تفرد نفسها كطرف في المعادلة وليست كطرف في الحل لأن تدخل التركي لن يساهم إلا في زيادة صب الزيت على النار وبالتالي في اعتقادي أن هذه ورقة أو مناورة من قبل النظام التركي لتموقع الجيوسياسي في ليبيا لكن بالمقابل أعتقد أن هناك رفض للمجتمع الدولي وأيضا لمنظمة الأمم المتحدة لأي دور إقليمي واضح لتركيا وبالتالي فربما ستفشل كل هذه المساعي وربما ستكون الضغوط الغربية على تركيا بالشكل المطلوب لتنيها ولجعلها تتراجع عن التدخل وإرسال كل هذه القوات لليبيا طالما أن الحل عسكري غير متاح وغير ممكن ولا يمكن أن يغير من المعادلة السياسية في ليبيا دون الوصول إلى التسوية السلمية نعم دكتور عصام العروسي مدير البحوث والدراسات في مركز ترند للبحوث والاستشارات شكرا جزيلا لك شكرا